وزير الداخلية الألماني توماس ديميزر دافع بشدة عن مظاهر التجديد في حزمة التشريعات القانونية الخاصة باللجوء التي تخطط لها الحكومة الألمانية في مواجهة ما تلاقيه من انتقادات ديميزر لم يتردد في القول بأن بعض اللاجئين لا يعترف بالجميل إلى غاية هذا الصيف كان اللاجئون ممتنين لكونهم بيننا كانوا يطلبون مساعدة الشرطة يسألون عن مراكز التسجيل وعن أماكن للسكن اليوم العديد منهم يترك المؤسسات حتى أن البعض يركب سيارات الأجرى للتنقل في أنحاء ألمانيا غريب أن يكون لديهم المال الكافي من أجل ذلك البعض الآخر يشن إضرابات لأن مراكز الإيواء لا تناسبه ألمانيا ترجمت هذا الأسبوع المواد العشرين الأولى في دصرها إلى اللغة العربية لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع الألماني بإذن